ارتفعت وطيرة الاستيطاني بشكل أكبر خلال الشهرين الماضيين من هذا العام ما يدلل على أن الاحتلال ماضاً في مصادرة مزيداً من الأراضي الفلسطينية وإقرار أكبر عدد من المشاريع والوحدات الاستيطانية يحمل العام 2019 عنواناً عريضاً على برنامج الحكومة الإسرائيلية يستهدف توسيع البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة والقدس وهو ما يدل على مؤشر خطير يكشف الوجه الحقيقي لنوايا تنفيذ المخططات والمجازر بحق الأرض الفلسطينية والإنسان حيث تخطط حكومة الاحتلال لإطلاق طفرة كبيرة في تنفيذ المشاريع الاستيطانية التي ستتركز في الضفة الغربية والقدس منذ بداية عام 2019 كانت الصورة واضحة وخطيرة أن إسرائيل تعتبر أن لديها ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وصمت من المجتمع الدولي للاستفحال بالنشاط الاستيطاني لتمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ولتكريس وجود استيطاني يصل إلى مليون مستوطن في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية هذا أمر في غاية الخطورة صحيفة واشنطن تايمز كانت كشفت من قبل عن ارتفاع طفيف في بناء الوحدات والكتلة الاستيطانية منذ بداية حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما حكومة تل أبيب كانت كشفت مؤخرا عما أسمته بأكبر عملية استيطان في الضفة والقدس هذا يعني أن ترامب منح تل أبيب ضوءا أخضرا لذلك ووفقا لبيانات عن مصادر حكومية رسمية في الكيان فقد سجل ارتفاع حاد في التخطيط للبناء الاستيطاني المستقبلي حيث تقدمت لجنة إسرائيلية بمخططات لتشييد آلاف المساكن الاستيطانية الأخرى على أراضي الضفة الغربية المحتلة فيما هناك مخططات لالتهام عدد كبير من الدنومات في مناطق ما يسمى جيم بحسب اتفاقية أوسلو نعتقد أنه 2019 سيحمل اليمين إما اليمين المتطرف أو اليمين الوسط إلى سدة الحكم في إسرائيل هذا اليمين من قلب مشاريعه والاستيطان الاستيطان باعتباره مسألة يجتمع حولها المستوطنون يجتمع حولها كل أطراف المجتمع اليهودي والإسرائيلي وبالتالي الاستيطان مستمر ومتعمق ومترسق خاصة أنه أولا هذا يجمع الإسرائيليين يجمع الأحزاب ويجمع السياسات ثانيا ليس هناك ردود حقيقية لا من الأطراف الفلسطينية ولا العربية ولا العالمية إن العام 2019 لا يبشر بالخير للإنسان والأرض الفلسطينية حيث تتواصل المخططات الصهيونية الشرسة التي تستهدف تهويد القدس ونهب أراضي الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني عبر القتل المتواصل وتجديد الحصار والخناق عليه وتكريس واقع احتلالي على الأرض يمنع الفلسطينيين من حقهم ويصادر أرضهم وحريتهم ويحرمهم من التنفس والعيش الكريم من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا